يعني انت وماشي بشوارع بيروت كشاب شو اللي زعجك شو اللي رافضو من بدك نبلش يعني سورة حامد قابل وبعد بيروت ومدينتي انت حطيتها هيدا دحكتني كتير بسرعة لا لا ما انا عملت بستحكتني شو اللي رافضينو شو اللي رافضينو نحنا منساند بيروت مدينتي على بعد لعدة اسباب والاسباب شوي خاصة ببيروت وبلبنان وبطريقة الشكل السياسي بلبنان والنظام مثل عملي شو يعني مثل عملي هو بيروت مدينتي وهو مجموعة انه هي المجموعة الوحيدة اللي قدمه اذا بدك الالكتوري البروغرام انه في هالتسع بنود راح ننفذن الجهات السياسية التانية منهم مضطرين يعملوا هيك لانه بيعرفوا انه الناس هتصوتلن من مبدأ طائفة من مبدأ هن 8 أو 14 أزار طبعا المسخرة اللي صارت هلأ والناس اللي كانوا ضد بعض صاروا سوا لا يلغوا البروغرام التاني وكمان اللي مؤسف جدا هو كمية العنصرية اللي طلعت من هايدي الشي اذا بدك لايحة بيروت للبيارتي بس هايدي الفكرة انه بيروت لازم تضل اهلا فيها عنصرية فيها مناطقية ابدا ما بتنسجم مع الواقع اللي عايشين فيه ببيروت اللي هو نحنا عنا مليون ونص تقريبا لاجئ سوري ما فيك انت تقرر انه قوانين البلد رح تظل عم تمشي وتلغيهم لهالناس وبنفس الوقت ما يعطوا بنود رح ينفزوها او رح يجربوا ينفزوها حتى وعم نحكي عالناس صالوا ست سنين عم بيخربوا البلد عم بيخدوا المناطق البحرية عم بيخدوا المساحات العامة ويعمروا فيها عمرات للأغنية فيه يكمل ساعتين يعني احكي لا عشان افهم مشكلة الكهرباء مشكلة الاسبالي شو هالمسخرة شو هالمسخرة مشكلة الاسبالي ببيروت اللي هو موضوع مفروض بينحل بكل بساطة وفيه ناس بالبلد قادرة تحلوه وعم تعطيه طرق انها تنحل والدولة بترفض تعمل هيدا الشي لانه بدون يخصصوا طريقة معالجة النشيات لحتى اللي يطلعوا مساري منها وعالنا عيني في عينك ثلاث مرات يطلعوا انه حيحلوها لمشكلة الاسبالي ويرجعوا ينفضحوا انه كل مرة عم بيعطوا مساري لمدري خيه لأيا وزير وابنه لأيا نايب